السلام عليكم أقر المجلس الوزاري الذي انعقد يوم السبت الماضي مرسوما جديدا يمنح فئة الأساتذة الباحثين في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين تم توظيفهم قبل الأول من يناير الفين وثناثا وعشرين أقدمية اعتبارية تبلغ تسع سنوات ويتعلق هذا المرسوم بمشروع قانون لتعديل وتتميم النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبموجب هذا المرسوم تحتسب الأقدمية الاعتبارية للأساتذة الباحثين لأغراض الترقية في الدرجة دون أي أثر مالي وفقا لما تنص عليه المادة 32 مكرر أربع مرات إلى جانب ذلك يستهدف المرسوم تقديم تعويضات إضافية للأساتذة الذين يشغلون مناصب رؤساء المصالح الاستشفائية ورؤساء الأقطاب أو المراكز بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية كما يهدف إلى زيادة مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين تعزيزا لدورهم الحيوي في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر